هجر العشاق سوق الصاغة في مدينة الموصل القديمة ولا يزال الجفاء مستمرا السوق الذي يقع في شارع النجافي بالموصل واعتاد العراقيون التجول فيه لشراء الذهب والمجوهرات للزواج أو الخطبة أو حتى الإدخار لم يستطع أن يتعافى من تداعيات العمليات العسكرية ما نعزي الليل 12 بالليل دعش بالليل والناس تتبضع الليل زواج الليل خطوبة الليل مناسبة غير شيء فمتروث من الناس بالك بحط رجل تمشي بينه وهسا حاليا هذا مهجور ويشير الصاغة إلى أن عزوف الكثيرين من أصحاب المهنة عن الرجوع إلى السوق أدى إلى تدهور صناعة الذهب وانتشار عمليات الاحتيال والتي أثرت بشكل كبير على الإقبال على المعدن الأصفر وعدنا خير قال رجع سوق الصيارة مثل قبل رجع أو عزل لبو التقيس والسيطرة النوعية أنه يمنع أي إجازة منه خارج سوق الصيارة ومصلحتهم يعني إذا تجي لجنة من بغداد تشيك على الوسم سوق واحد قفل اللبواب وشي يكون من الغاسرة سيستعي وحن على المثنة ووحن على المجموعة ووحن على الميثاق إضافة إلى هذا الدمار الماثل للعيان والإهمال يؤكد الكثير من الصاغة أن غياب الأمان في الموصل لا يزال عائقا أمام عودتهم فضل انتشار الميليشيات والفلتان الأمني السوق مهمل يطلعون أعذار بأنه حراس أمام ماءك ويطلعون أعذار بأنه هو السوق مهمل ما بيعمار وتبقى الدعوات للسلطات الحكومية ومحافظة نينوى لإعمار هذا السوق والكثير من المناطق مراهنة خاسرة حتى الآن في ظل الصراع السياسي والاقتتال على أموال الموازنة والإعمار والتي أهملت شارعا وسوقا ذو رمزية كبيرة للموصل تلك التي تحاول الحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية متحدية كل محاولة تغييرها وإضعافها